إلى أوكرانيا حيث كشفت الاستخبارات البريطانية معطيات جديدة عن الهجوم الأوكراني المضاد لاستعادة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا جنوبية البلاد في حين نشر مسؤول روسي رفيع خريطة تظهر حدودا جديدة لأوكرانيا واصفت المخابرات العسكرية البريطانية بأن كتيبة الجيش الروسي المتمركز على الضفة الغربية لنهر دينيبرو ضعيفة على ما يبدو بضيفا أن خيرسون معزولة فعليا عن الأراضي الأخرى التي تحتلها روسيا وذكرت في نشر دوري على تويتر من المرجح للغاية أن تكون القوات الأوكرانية قد أقام جسرا جنوبية نهر لينغوليتس الذي يشكل الحدود الشمالية لمدينة خيرسون من جهته قال الرئيس لوك نيفول دمير زرينيسكي أن قوات بلاده ستبذل قصارى جهدها لعدم تمكين الجيش الروسي من أي فرص لوجستية على الأرض وإنها ستعمل على كسر مخططاته كما جرى في خيرسون أمس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا